بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم شرح المرسلين نواصل اليوم في شابتر 1 المقطع الثالث نشوفه الهيت عند ادار فورمه في انرجي ونعرفه الاسبسفيك فيت انرجي كان اكزيست ان انيوميروس فورم ساتجاز ايش هو النيوميروس فورم مثلا عندك ممكن تكون على شكل حرارة ثيرمل ولا ميكانيكال كاينتك بوتينشل ممكن تكون على شكل الكتريكال ولا ميكانيك كاميكال نوكلير طبعا مجموع هذا نسميه total energy of system sum of مايكروسكوبك form of energy is called internal energy الانترنال انرجي ايش هي may be viewed as sum of كاينتك مجموعة الاثنين كاينتك and potential energy of the molecules ايش هي sensible heat هي فقط الكاينتك energy of the molecules الموليكول لما تستضم ببعض هذا تكون ايش تنتج عن طاقة حركية وبالتالي ترتفع درجة الحرارة وبالتالي نسميها sensible heat اما اللي تنتيت فهي الانترنال energy associated with the phase of system الفيز of system قصنا بها مايكون يعني تغير الفيز اللي ويكون من من لكويد الى غاز او من غاز الى صوليد كميكال باوند energy internal energy associated with atomic bound in molecules رابط ما بين الذرات اما النوكليار هي الانترنال energy associated with bound within the nucleus of the atom itself نوكليار قصنا بها اللي هي نوات كل ذر specific heat هي energy required المتطلبة علشان ترفع درجة الحرارة بكم ب one degree لاحظ اذا كانت عندنه هنا كتلة واحد كيلو جرام delta t رفعناها بدرجة واحد دقري سلسيوس ايش specific heat تبعها ايكون خمسة نقول مثلا جول شوف الوحد الانر فيه نوعين من specific heat specific heat at constant volume cv معروفة عندكم شفتوها قبل لما تيجي تحسب internal energy delta t هنا اما constant pressure cp الانر تستخدم لما تحسب enthalpy طبعا هنا specific heat of substance of اي مادة من جنرال تعتمد على two independent properties على خاصيتين مستقلتين عن بعض اللي هما temperature temperature والpressure لكن لما يكون pressure منخفض all real gases نحن نتكلم بس عن gases in general لا نتكلم بس in real gases real gases approach ideal gas تقترب ناش من ال ideal gas behavior and for the specific heat depends on temperature only في هذه الحالة ما تعتمد على pressure وال temperature الاثنين مع بعض لا تعتمد فقط على temperature مثال هنا لما ترفع air عندك ترفع من 30 إلى 301 إذن درجة واحدة مئوية فتكون عندك الانرجي الموجودة عندك 0.718 أما لو رفعتها من 1000 درجة إلى 1001 كالفل فهتكون عندك الانرجي هي مختلفة إذن ستكون specific heat مختلفة ففي هذه الحالة نقول أن درجة الحرارة specific heat تعتمد فقط على درجة الحرارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر